موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا الكرام المشاهدين أخواتنا الكريمات المشاهدات إن في بلدنا الطيب هذا أو في جناحه الغربي أو حيثما كنتم تتابعوننا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله لأمتنا تفريج القربات وكشف الغمات يا مجيب الدعوات حر لنا المقدسات بالتضحيات والبطولات وليس بالقرارات الدولية إنما بجهاد المجاهدين وصمود الصامدين وصبر الصابرين اللهم آمين أرنا يوم عز نرفع فيه ريات النصر والفخار آمين الحقيقة بدنا نوجه تحية لإربدي الأبية التي رفعت شعار فلنكسر حرب التجويع هذا بعد جمعة اليوم هذا بعد صلاة الجمعة كانت مظاهرة ترفع هذا الشعار جسر بري لشمال غزة ألف تحية لعروس الشمال وتحية لأهلها الكرام الأباء الشم النشام كل التحية لكم أيها الرجال ويدها الأخوات النشميات وتحية للطفيلة اجتمع الشمال والجنوب ألف سلام لكم جميعا ولأردن لنا العزيز وتحية طبعا لعمان برضو خرجت بعد صلاة الجمعة في مسيرة طويلة تحية للعقبة عروس البحر خرجت منهم زحوف يوم الجمعة بعد الصلاة إحصائية اليوم 492 شهداء القسم الصحي الطبي يعني حوالي خمسمية وعشر آلاف امرأة شهيدة وتسعة عشر ألف امرأة جريحة يعني حوالي الثلاثين ألف هذا في قسم النساء ما بين شهيدة وما بين جريحة احنا في اليوم الثامن بعد المائتين وغزة صابرة صامدة متحدية ظافرة قاهرة منتصرة بإذن الله بتحارب ستة امبراطوريات أمريكا بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا ودولة إسرائيل اللي معرفة على العالم كله غزة تواجه كل هذا الطاغوت ست دول بينما حروب السابقة كانت تواجهة إسرائيل وتطع مهزومة بيوم بيومين أكثر حد ما عموا حدش استمرت حرب يومين أمقار الأيام ستة في العقيقة حسمت أول خمس دقائق وانتهينا المهم عنوان هذه الحلقة بلاش انطيل في المقدمات غزة تشكل وعي العالم أليس مبالغة لا والله لا والله قد يبدو العنوان موغلا في المبالغة وليس كذلك على الحقيقة فأوروبا وأمريكا تطلق على نفسها العالم الحر في مقابل العالم غير الحر يقصدون عالم الشرق الشيوعي روسيا والصين أما العالم الإسلامي والعالم العربي فليس يعني في العداد مش معدودين أصلا احنا في أمم أي أمم الأمم اللامذكورة عالم عربي وعالم إسلامي ليس لهم ذكر ولا تصنيف ولا وجود على الخارطة ولا في الحضور الدولي إلى آخره فهم ممن يمروا بلا عداد للأسف فمناطق الفقر والقهر ولا ديمقراطية يا مناطق العالم العربي والإسلامي لك أحسن الشعوب ليه عنينا أسوأ الأوضاع ليش نصيبنا يا شيخ النصيب القدر يا سلام كل ما وقعه في مصيبة القدر النصيب مو ترتيبكم انتم مو قل التخطيطكم انتم ناء القدر والنصيب أنا أهم شيء الخلاصة فينسب من أسف يعني ومغالطة غليظة أن ينسب هذا الفقر المالي وفقر الحريات أن ينسب زورا وبوتانا وظلما وعدوانا أن ينسب إلى الإسلام إن ليه العالم العرب والإسلام ممتخلف عشان الإسلام إلا أولي هو في دولة بتطبق الإسلام ولا دولة إذن كيف تنسبون إلى الإسلام تخلف هو مش حاكم ولا موجود في الصورة مبعد عن الحياة تماما تماما يقول لك إحنا تخلفنا من الإسلام يا ولد تضحكوا على الشعوب تضحكوا على أنا أنفسكم وحاشة لدين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب إلى هذا الكتاب العظيم والسنة المشرفة المطهرة والمبادئ السامية التي دعانا إليها ديننا أن ينسب ما نحن فيه من علل إلى الدين لا بل إلى اللا دين ما نحن فيه من الطين من اللا دين من فين الدين مع محكم فين الدين يعني تنبثق منه الدستير والقوانين والتشريعات وينه ما في حتى البلد اللي كان يدعن هو الإسلام هو قالوا عمو بطلنا وبلطنا آه طبعا نحرين نفعل ما نشاء نلغي الإسلام نتبنى الإسلام إحنا حرين ونالوا آه طبعا آه طبعا آه طبعا حقك ألست متحكما بل افعل ما شئت يا الله قال ليش بدك بدك تطق من نفسك لا إله إلا الله جريمة مسدوجة فديننا الذي وحدنا وأعزنا الله به يعطل وهذه جريمة ثم ينسب إليه لا إلى الدكتاتورية والتفرد والبطش والتفريق والتبعية للغرب بدأ ننسب إلى العلة الحقيقية صرنا ننسب تقهقرنا إلى ديننا اللي هو مبعد أصلا من الحياة يا الله مغالطات ويا له ظلم ساحق وتشويه شنيع شائن غال في بعده وغلوه آه على كل حال الآن أرقى الجامعات تنصب الخيام في ساحاتها لنصرة حقكم وقضيتكم وصارت قضية الصهيونية أنها مأساة العصر وأنها المجرمة والظالمة وعى العالم إنه متحكم في دوله التي تبدو ديمقراطية بريطانيا أم الديمقراطية أمريكا بنتها في الديمقراطية فرنسا ديمقراطية ألماني ديمقراطية إطار ديمقراطية تتحكم فيهم الصهيونية يستعبدون العالم الإسلام جاء يعيد بنا ليهن جنت الشرطة عنف شديد شفت لما جوا على الدكتور رموها في الأرض واثنين علوج بثقلهم على أذرعها وجسمها توحش لك هذا يليق بالعالم العربي مش بالغرب إن كشف الغرب سيتشكل وعي جديد عند الغرب أن هذا العالم اللي كان يبدو ديمقراطيا وهم سراب كذب خداع خيال ليس له واقع ولا حقيقة لما الصهيونية حد يطب فيها كده لمسه العالم كله يتأجج نارا إلا الصهيونية تطاولوا على الأديان جائز على الإله العظيم استغفر الله على كتب السماء جاء على مجائز صهيونية لا فوق كل المقدسات يا عالم متى يثور العالم على هذا الوضع متى بدنا نحرر العالم غزة ستحرر العالم من استعمار الصهيونية إخواني أدخن الدول أمريكا بايزن هذا الموائز تحكمه الصهيونية وبالتالي تحكم الخمسمائة سبعمائة مليون أمريكي هو القوة الباور سوبر باور تحكمه الصهيونية وبلينكين بيغيبش عنه يومين شيطي ميطي لك زينة شوفتك لغيب عن وشنا مصيبة تاهية تاخدك في ظلال آية بناشم طيل في المقدمات فتوكل على الله إنك على الحق المبين يا سلام احنا يعني التوكل متوكلين فتوكلوا حوالي سبعين مرة وردت هذا الجذر وكلة التوكل حوالي سبعين مرة التوكل حتى لا يساء الفهم بدك تاخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب لأنه هو أمرك وأعد مثلاً ما استطعتم من قوة مو أقول الله سينصرنا وإحنا قاعدين لأنه إحنا مسلمين لا هل عددتم خطة؟ قلونه لا وذين كيف تنتصروا؟ قلنه الله بينصر المؤمنين إذا لم يعدوا فلن ينتصروا إذا لم يكونوا موحدين فلن ينتصروا إذا ما فيه قائد كفؤ فلن ينتصروا إذن لابد من الأخذ الدقيق بالأسباب خالد بن الولد كان بنتصر في كل معركة مش لأنه مقرع عليه خالد قائد فذ يملأ الجنود مجرد حضوره بينهم شجاعة وقوة واندفاعا قائد ملو ثيابو ولذلك تدب الحمية والشجاعة طبعاً والمبادئ مو من القائد فقط وإنما مملؤون بمبادئهم بإسلامهم بقرآنهم بدينهم الذي جاء يحرر البشري الله ابتعتنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد ربعي بن عامر والصحابة كلهم كان هذا شعارهم الله ابتعتنا وهماً لا أعوذ بالله بل هو الواقع والحقيقة الخلاصة الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مولاه سبحانه العظيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين يا سلام أحياناً بلا قصيغة وعلى الله فتوكلوا توكلت على الله إني توكلت على الله ربي وربكم فتوكل على الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون المتوكل عليه يقدم أحيانا توكلت على الله يقدم الفعل أحيانا الخلاصة يعني دائما حسب السياق ومناسبة السياق التركيز على التوكل على الله فتوكل على الله على كل حال قال صاحب الظلال رحمه الله لقد جعل الله انتصار الحق سنة كونية الحق منتصر ولماذا كنا ننكسر لأنه كنا مش على الطريق يعني واحد طالع شمال قلنا له وين قال بروع العقبة قال وين يا عمو العقبة في الجنوب وانت طالع على الشمال لم تبتصى الجراش على خير وهذا احنا باشيين بطريق الهزيمة نقول الله هم انصرنا اعددتم اعدادا كافيا لا خلص بناشى نكمل اسلنا بكافي إذا انتصار الحق سنة الهية سنة كونية سنة وجودية قول ما تشاء لخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نفس السنة لا تتخلف تتخلف الليل والنهار لا إذا النصر الإيمان والمؤمنين لا يتخلف فإذا هزمنا فتش عما في الضمائر عما في النفوس عما في العقليات ربما توكلنا على روسيا ربما توكلنا على ما ايه ولا ايه فجأتنا الضرب على دماغنا حتى نفيق في احد اخطأنا فدفعنا الثمن سبعين من الشهداء الكرام وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنهم اجمعين قد تبطئ لحكمة يعلمها الله يربينا يعلمنا يتدارك جندنا وقادتنا اخطاءهم كان في خطأ راجعوا اخواني لما لم نحقق الانتصار المطلوب بدنا نراجع أوراقنا حتى نشوف فين الخلل ففاتنا النصر ما بيفوت النصر إلا بخلل السنة ماضية إذن وعد الله لا يخلف الله وعده إذا لم ننتصر أخلف الأحاشة إحنا بنكون أخلفنا العهد مع صاحب الوعد سبحانه إذن لا يتم الإيمان إلا باعتقاد صدق الوعد الإلهي طبعا وانتظار تحققه ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه ولا يستأخر أز مخشر يقول صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته وأن مثله لا يخذل صاحب الحق يعني ابن عاشور رحمة الله عليه يقول لم يخاطب الله تعالى أحدا من رسله بمثل هذا فتوكل على الله إنك على الحق المبين فكان ذلك شهادة لرسول الله بالعظمة الكاملة بن عاشور لولا فتاة ذهب رحمة الله عليه أي والله وجملة إنك على الحق المبين تعليل للأمر بالتوكل فتوكل على الله ليه لأنك إنك على الحق المبين فبمن تستعين ما دمت عن الحق المبين تستعين بالله هو صاحب الحق والذي يحق الحق سبحانه في الآية إشارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن يثق بأن الله مظهر حقه ولو بعد حين حقنا سيظهر نتدارك أخطاءنا نجمع صفوف أنا ونوحد قياداتنا بلاش تمزق كل بلندلها جيش ولا مش عارف إيه وإيش ولا آخره طب اجمعوا كلمتكم يا أخي قال صعب والله شيخ ولوش صعب تنازلوا قودونا يا أخي هذا أسبوع هذا شهر هذا شهرين ونخلص من 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 22 دولة و22 نظام وحليني وحليني أخ إذن أحيانا يرد الجمع المؤمنون يتوكل المؤمنون أحيانا يخاطب الفرد بالتوكل رسالة إلى الأسرة الإخوة الكرام الأسرة والأخوات الكريمات الأسيرات والإخوة الأخوات أهل الأسرة والأسيرات سلام عليكم من الله ورحمة وبركات وبعد لهذه الحرب الدائرة منذ يعني قربنا على عشر أيام بعد المائتين ولقد كانت حماية المسجد الأقصى من أهم أسبابها يعني هذه الحرب لأنه تطاولوا على الأقصى وبدوا بصرحوا أنه هدم الأقصى بات قريبا والدول العربية طناش سمعتوا قال ما سمعناش طبعا لأنكم طناش ومسكين أذانكم بقماش المحروق على مسرى محمد بتحرك اللي مش محروق مسترخي لا فيش مشكلة فيش مشكلة الأقصى رب يحميه وجند آهن آهن إذن وأنتم بعد الأقصى السبب الثاني إخوانا الأسرة فكان طفان الأقصى ليعتقلوا من المستوطنات بضعة عشرات من الصهاينة ليفادوكم بهم وليفادوهم بكم وليعيدوا أكبر عدد منكم من أهلهم وليست تغلوا عليكم التضحيات بالغا ما بلغت فتحرير أكبر عدد منكم رسالة للمجاهدين الأبطال وهم يحملون الهم الذي يشغل البال بالهم هم وبال أهليكم هم معكم وأهليكم أنفسهم محروقون عليكم ولذلك كان الطوفان في ذلك اليوم الأغر والله فثقوا بربكم أولا فعنده الفرج ومن لدنه رفع الحرج وإخوانكم لا يستكثرون عليكم أي عدد من الشهداء والجرحى وليعلم العدو والصديق أننا لا نترك أحبتنا في الحرج والضيق بل نفاديهم ونفديهم بالمهج والأرواح هذا هو المنهج الذي ينتهجه إخوانكم مجاهد شعبكم البطل ولا حيدة عنه ولا نكوص ولا تبديل ولا تحويل بل مضي قدما ومهما ناور العدو وداور سيرضخ أخيرا لشروط المقاومة وضغط الشارع عندهم سبب مهم لرضوخ العدو فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وأبشروا بفرج قريب والسلام أخبار الجمعة برضو اعتقال أكثر من ألفين شخص في أمريكا أم الحريات اعتقال أنت في العالم العربي صارت الحمد لله الذي يجعل أمريكا بلدا عربيا متخلفا متدهورا متدهدها منحطا منحطرا لذي يقول ما تشاء الحمد لله صرنا في الهوى سوى حلو أمريكا مثلنا صرت تدوسوا على المواطن إذا عسوا رقبته يبطحوا في الأرض ويقولوا ارتقالكم رمحالك عنه اضغطوا اكسر رقبته يلا مثلنا نتعزى بأمريكا عن أحوال العرب يلا كلنا في الهم شرق وغرب أما ما يسمى العالم الحر ثبت أنه ليس حرا وكلامهم الممطوط المطول عن الإنسان وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان تبين أنه جميعا ليس إلا لافتات مرفوعة دون مضامين واقعية ورأينا كيف طلاب الجامعة تحاولوا أن يمارس حريتهم فاعتقلوا وضربوهم والدكاترة الحمد لله أمريكا بلد عربي بدنا نصبهم جواز عربي في المرة جواز عربي ونخلص رجالا ونساء دكاترة ضربوا دكاترات ضربوا طلاب ضربوا طالبات ضربوا طلطوا والله منظر كأنك بتشوف في عالم بأي بلد عربي بسم الله أمريكا وإن العالم العربي قال عمه كلنا في الهوى سوا إذا مست إسرائيل متوحش هلق فهمناكم نحن اللي فهمناكم يا غيو الحمد لله نحن فاهمينهم والله من الفضل الله منظر العنف والغلظة في المعاملة لا تفرقه ذرة عن العالم الثالث أي العربي والإسلام نحن العالم الثالث يعني في ذيل البشرية نحنا لك إحنا رأس الأمم ليه جعلتونا رمم إحنا قمم آه بدنا نتحرر من منها منها الأوضاع التعبانة أطلقوا المواطن لك يا خلي يبدع ومنهم ماسكوا منتو وهي كي بتحكي بالجعجع قاعد شكرا الذين يعرفوا لا الانتخاب ولا الديمقراطية وشيني الديمقراطية قال هذا نوع من الأكل أي لا الديمقراطية أكل لا يا رجل إذن إذن مش عارف ولا حقوق الإنسان فاكتشف الطلاب حجم الخديعة التي مرست عليهم وإذ بإسرائيل فوق حرية أبناء أمريكا إحنا فوق حريتكم بندوس عليكم عشان عيون إسرائيل مع أن إسرائيل تعيش على حساب دافعي ضرائب الأمريكان من أين تمويل أمريكا الإسرائيل من جيوب المواطنين الأمريكان كل سنة كم دفع هذا البيض ولا حوالي 100 مليار واو نعم مع أن أمريكا تغرق في الدين وسترون ستم باع أمريكا بالسوق هم بقولوا إحنا مقبلين على الإقفار الحكومي تريليونز عشرات أو مئات تريليونز مدينة أمريكا هتفلس ومع هذا ضخوا لإسرائيل أباوت 100 مليار دولار في هذه الحرب وقبلها بشوية آخر شي 26 مليار أنا بايزن بهدي إسرائيل 26 مليار راضين عني يا شيدي قال له نطباد قال له بس نطباد قل لي بري قد قال له لا 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 تحلمش فيها بايزن لما نجعس عليك ونحقق كل ما نريد ممكن أقول لك نطباد أقول لك قد إلا شعطة قل لي مرة قد قلنا له لا لا بقول لك شو تحلمش فيها إه مع هذا لا يحق لي أنا كطالب جامعي نرفع لافة وأعبر فيها عما في ضميري الإنساني فري بلستاين أنا عبدأ رأيه هذا سياسي قال له لا هذا بماسة صهيونية بدأ أعس عليك بدأ أعس على المواطن إن بدأ أعنس على أمريك كلها إكراما لعيون النتن اللي بيحكم العالم في الظاهر هو بيستجدي من أمريكا هو الحقيقة سيد أمريكا أم الله القرآن خبرنا بثلاث كلمات قبل 1450 سنة ولتعلن قسم علوا كبيرا ثلاث كلمات علو على أطخن قائد في العالم بايزن هذا المايز هذا يعني يقود أعظم دولة في التاريخ شئنا ما بينها لكن داعسة عليه الصهيونية ولاحظ بلينكين اللي على ملة نتن بيغبش يومين ثلاثة وحاولنه طيارة سباشال برايبيت واقفة قدام رايح جاي رايح جي كل يومين بنشوف خريقته المهم أنا أتعاطف مع شاب مرضون بطلعك لكش أنت بتمسي الصهيونية وإذ بي أنا الطالب أضرب وأعتقل على يد أبو كلبشة العربي لا طبعا وكأنني في العالم العربي الثالث انكشف للجيل حجم الخديعة وإذ الحر الحقيقي أهل غزة هم من يقارعون وحش العصر الصهيونية العالمية المدعوم من طغات الغرب بايدن شولت ماكرون والفرقة التابعة الأخرى جزى الله أهل غزة وجزى مجاهدهم كل خير فبصبرهم كشعب تحمل تدمير البيوت وتشتيت العائلة وفقد الأحبة وأما المجاهدون فبإقدامهم وشجاعتهم وتضحياتهم وما قدموا من ألاف الشهداء فقد أوصلون وأوصلوا العالم إلى مرحلة متقدمة في الصراع وإلى مرحلة مما أشرت إليه سورة الإسراء في فاتحتها في قوله تعالى ليسوء وجوهكم هذه المرحلة الأولى وليدخلوا المسجد سندخل المسجد منتصرين شاء من شاء أبا من أبا سنفتح القدس محرارة وأقصانا يبقى صامدا شامخا وأما المجرمون ترجعوا على البحر محل ما جيتوا تنقلكم السفن عند حبايبكم انصرفوا أنا أنت انصرفوا فما بقي الآن إلا المرحلة الأخيرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة مو بسلام عرفات بحرب غزة سلام عرفات عملنا إيه صار لنا دولة ما أنتو عم بتطالبوا لسه عباس يعني بدنا دولة مش بتريش دولة لك جننت هنا لكن لي وقعتوا على شو ضحكوا عليكم الكلام ضعوه الله ما احنا فاهمين شيء وليتبروا النهاية ما علوا تتبيرا. سلام عرفات عباس كلينتون بيريز اوصلنا الى الحضيد فقد حصل كل واحد منهم بما فيه المجهم بيريز الى جائزة نوبل. وهي اعلى جائزة في العالم. واحتفى العالم كله بهذه المصيبة بالنسبة لنا. والفرح الكبير بالنسبة لهم. فمن كان يظن ان اصحاب الحق يتنازل عن حقهم مقابل لا شيء. فور ناثينج. بس صار اسم فخامت الرئيس عرفات. فخامت الرئيس عباس. ثم سمموا عرفاته افرزوا عباس. وين رأى عرفات سمموه. من امه الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انه حلم فاق كل الاحلام. بالنسبة للصهاينة. وجاءت حرب غزة. فقلبت الاوضاع. وعادت قطار القضية. الى سكته الصحيحة. نلتقي في الوسط الثاني. والاعزاء كونوا معنا حياكم الله. برسالة الى شعب غزة. نبتدأ الوصلة الثانية. ونعرف بكتاب عائش عبد الرحمن بنت الشاطئ. القرآن وقضايا الانسان. متكلمة فيه قبل ربع قرن هذا الكتاب. متكلمة فيه عن فلسطين والصهاينة. نقرأ منه شوية. فكونوا معنا حياكم الله. اخواننا الكرام المشاهدين. اخواتنا الكريمات المشاهدات. مرحبا بكم فلوسة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا. برنامجكم دين ودنيا دواما. نسأل مولانا صلاح الدين والدنيا. وصلاح الدنيا بهذا الدين. إذ لا صلاح للدنيا إلا بهذا الدين. جربوا فينا القومية والبعتشية والشيعية والاشتراكية واللا دينية. وإيه وإيه من المداهب لا أدري. وما جدنا إلا رهقا. وما جدنا إلا وهنا على وهن. وظلمة على ظلمة. وظلاما على ظلم. وظلما على ظلم. وتدهورا لتدهور. وخلاص. لا إله إلا الله. رسالة إلى شعب غزة البطل. صاحب الصمود الأسطوري. الذي فاق شعب فيتنام. وشعب اليابان الذي قصف بأربع قنابل ذرية. فقد قصفتم بما يزيد على ست قنابل ذرية. لو جمع. ما قصفتم به بيطلع. موردان نقزاكي وهوريشيما مر ونص. يا أهل غزة. يا من جسدتم الإيمان والإسلام بأركانه. عملا وفعلا وموقفا على أرض الواقع. وما زلتم. ولم يزدكم. هذا القتل. هذا التآمر. والتخاذل. إلا ثباتا وزيادة في الإيمان. أذهلتمون. إي والله. وما زلتم. وأذهلتم الغرب للعالم برمته. والحق أقول. لس تمت معاناة على وجه الأرض. تشبه معاناتكم. فقدا وألما وجراحا وقصفا مستمرا. ولا يزيدكم هذا العدوان إلا صبرا. كيف وصلتم إلى هذا الأفق السامي والشرف العالي يعلمونها. في جامعتكم. وقد سقطت جامعات الغرب عند أول امتحان. وذبها حديث خرافة يا أم عمري. إحنا المقراطية. إحنا بنعلم الناس الدينقراطية. اللي هي الأوهام الخرافية. طلعت فولس. كلام فولس. لا شيء. هباء. ولا ديمقراطية ولا غيره. إذا مسيت الصهيونية بت كشر. الحظ الله ربي عن أنيابي. آآآ بيأكلوا مواطنهم. قال أنا كنت أفكر أنه لي كرامة. طلعتوني زي العالم الثالث. أنا والدول العربية طلعت واحد. أنا المواطن الأمريكي. بدوسوا علينا. بدأسوا علينا. بدأت عقلونا ويدنا ورى ظهره. إحنا صورة من العالم الثالث. مش أمريكا إحنا. العيون الصهيونية تتغير كل المبادئ يا أبويا. أيوة. إذن أكذوبة كبيرة بقيمها. ومفاهيمها. وبقيت غزة جامعة بأطفالها ونسائها وشبابها وشيبها ترسل الرسائل المؤثرة إلى العالم كله. وستبقى الأجيال على كر القرون تتدارس ما يجري الآن في غزة. ولن تنتهي الدروس. رسالة إلى الشباب المسلم في جامعة كولومبيا. ليه الشباب المسلم حقيقة؟ نحن نحيي كل شباب جامعة كولومبيا. لكن الشباب المسلم هم الذين لفتوا أنظار زملائهم إلى مظلمة غزة إلى جريمة القرن في غزة. على يد الصهيونية المجيم هم اللي أيخذوا زملائهم فالتفوا كتلة واحدة. فشكرا للشباب المسلم الذي أشعل الفتيل وانتقلت شعلة حراككم إلى بقية الجامعات. فبوركت همامكم وعزائمكم وخطرات ضمائركم الحية وروحكم الوطنية المشتعلة والمتوثبة وإيمانكم المشبوب البالغ حد اليقين. ربما ظن أن الحضارة الغربية أو الحقارة الغربية تهضم من يعيش فيها. يعني كان متوقع أنه أنتم كعرب مسلمين في أمعاء الحضارة الغربية ستهضمكم. لا لم تهضمكم لأنه مبادئ زائفة كله فالس. ما فيشل حقيقة. ولكنكم كنتم فوق هذا الاعتبار لقد حافظتم على هويتكم ومبادئكم وانتمائكم لدينكم وقضيتكم وإنسانيتكم فحركتم الماء الراكد. لقد أنقذتم زملائكم الغربيين من وهم قيم الحضارة أو الحقارة الغربية. لقد أضعتم النور في العقول في عقر الدار ولقد بشر رسولكم العظيم بأمثالكم حين قال نصرت بالشباب. يا السلام نصرت بالشباب. صلى الله على معلمنا. أي والله. وأنتم بإذن الله منهم الذين عنوا بهذا الشرف. ولقد انتصرت أخدس قضايانا التاريخية والسياسية والعسكرية بكم. إذ نبهتم الغرب المغرور والمغرر به إلى واقعهم. تواقعكم عمو تحكمكم الصهيونية. مش انتم اللي بتحكموها لأ. حكامكم خدمون عند الصهيونية. أتخنشانا في الغرب بايزن. رجل الآلي. راضيين عني يا خبيبي قال له ناو ناو ده بعيد عنك وعن اسنانك. متى بدي أرضيكم. أنا بضايل بين وبين القبر شهرين ثلاثة ان شاء الله. يعني خليني روح على القبر وانا مبسوط من قولنا لا 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 تفرحش فيها. كل الخدمة وانا مش مقلم ولا والله لو لو سجدت لنا من هون يوم القيم. احنا لا 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 نعتبر عملك الا انه فريضة بدك تأديها غز من عنك. يخرب بيتهم شو مش تكبرين متعجرفين مش شافين حد. وغزة كسرت انوفهم. شكر الله لك يا غزة. وعدت الموازين. اخ عدلت الموازين. ايه والله. اخ اذا لفتت لغزة انظار الغرب ان احنا كنا مستعمرين زي باقي الدول العراء ما قلتش العربية. زي باقي الدول المستعمرة. ما عرفش وين تجي. ما عرفش. ما عرفش. واقعهم الذي تتلاعب الصهيونية به. الصهيون العالمية. والمكائد التي كانوا يكيدونها للشباب. يسقطوهم بالمخدرات. سقطوهم بالنساء. يسقطوهم بالمالة. ولقد سقطت كل مكائدهم من مخدرات وغيره. ليدافعوا عن الحق. اصبح الشباب. شعلت نار تدافع عن الحق. وصلتهم حرارة القضية الى القلوب. وينتصروا لانفسهم. فقد اعدتم اليهم انسانيتهم. رسالة الى الابطال. المجاهدين. الاخوة الكرام الابطال. الصامدين. الصابرين. المحتسبين. المنتصرين باذن الله. وتوفيق الله. لانكم على الحق. وهم المعتدون. المبطلون. والله متكفل بنصرة الحق. بل نقذف بالحق على الباطل. فيدمغه. فاذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. ايا صهاينا. ولقد خبرتم هذا العدو. يعني ما عادش في شيء ما تعرفوش عن هذا العدو. حفظينه عن غيب. خبرتم هذا العدو. فما عاد من شيء لا تعرفونه عنه. من تكتيكاته واستراتيجياته. فهو لا يحسن المواجهة. وانما يعتمد خطة اللئيمة الحقيرة. اللا اخلاقية. خصف بيوت المواطنين. والمشافي. والمساجد. والمرافق. والشوارح. عرضوا احراثها. هذا عدو لدود. حقير. منحط. بلا قيم. خال من الدين. والخلق. والشرف. والشهامة. والنخوة. والرجولة. من كل القيم. ما عاد شيء تجهلونه عن هذا العدو. فقد اصبحتم خبراء في مقارعته. وتملكون الاقدام. والشجاعة. وهو لا يملكها. وتملكون وعدا بالنظر. من الرب القدير سبحانه. وهم لا يملكونه. بالعكس. وعدهم الرب انه سيقتلعون من فلسطين. من الارض المقدسة. من الاقصى. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة بالاسلام. اعزة فاتحين. مش بسلام عرفات. سلام عرفات دمار القضية. وانا نظر نعبد الاشخاص الى متى. حاجبة. عرفات الرمبي. خلصني. رمز ورمز وغمز وهمز. خلصني. وبعدين. سمموا. لفلفوا هالقضية. لك حققوا. شوفوا مين سمموا. ياللي حوالي. لما مولي حوالي. حققوا لك اخي عرفوا. مرمزكم بطلكم قائدكم زعيمكم رائدكم ومنشئكم. خلصني. سكتوا ليه. اللي من غير ليه. معروفة ليه. معروفة لانه. لانه معروفة. بس خلاص. يحاربون الله المجيمون. دولوا بيوت الله وجند الله. وقد وعد الله. وان جندنا لهم الغالبون. صدق وعد الله. ما غزة. ما سلاح غزة. المفقرة. المحاصرة. من شقيقها السيسي. هلا هلا هلا. هلا. يقول لك ايه ولا ايه. لو الوقت يتصع انه يقول لك ايه ولا ايه. اربع مليار وربع. من الجنيهات. جناها العرجاني مع محمود بن السيسي. من معبر خوشيها لاربعة الاف دولار. كل يوم كذا مليون بتدخل على الشركة بتاعت العرجاني وابن السيسي محمود. اربع واثنين بالعشر مليار لغاية دلوقتي. اه ها. ولسه الحبل على الجرار حجي. اذا غزة احلب. مو تساعد. هلا هلا. شركة هلا. ها ها. اطلع. والله يقسم لي واحد قال لي امي دفعت خمسة عشر الف دولار. حتى تخرج من المعبر الشقيقة مصر. خمسة عشر الف دولار. والله ها اقسم لي هذا الصديق. اخ. امي راح ازور اختها. بتترجع تاني على مقولش على الوردن المهم مش مشكلة. هالوردن ولا المهم ولا غير مهم. خمسة عشر الف. خمسة عشر الف. خمسة عشر الف. بافعت. كيف دبرت حلامة. باعرف شون نسأل كمان كيف دبرت حلامة. فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم بحين قلتم انه ولا جهاد. نصر او استشهاد. وقد حزتم الفضيلتين. من فضل الله. منكم من كسب الشهادة وانتم ستحققون النصر الحاسم باذن الله. والله المستعان. والسلام عليكم. الغرب اعمى اصم لا يرى ولا يسمع. جرائم اسرائيل مشايفة. عندما قال شارون مع الجميل سنحول صبر وشاتيله. ومخيمات لبنان ايه. ليشو. قال لي الى ملعب جولف. فالله الله هلا. سنحول صبر وشاتيله. خوانته العرب. مع الصهاينة دايما حلف. شي عجيب. شي عجيب. حاله الاعاريب. يعني الصهاينة عملوا حراسة للكتائب. والكتائب هني يلي قاموا بالمدبحة. خلصني. ولوف ذبحت بين خمسة الى سبعة الاف. قتلوا ذبحا واغتصبت النساء ثم قتلت. قاتل الله الجوز. الكتائب. والصهاينة المجرمين. بقيادة شارون. لو تشوف منظره والدود طالع من دماغه. بحر بفرح قلبك لشنتين جايات. دماغه تفجر بالبديدان. سبحانك. هذا اللي كان جبروت. انا شارون. منظر بقزز الجن. كل هذا والغرب لا يرى ولا يسمع ولا يريد. في ذكرى مجزرة صبر وشاتيل لها للأوقات هذه. والآن لو كانت هذه المذابع في غير فلسطين. هل كان العلم سياسكت؟ فوق الخمس الى ستة الاف. قتيل من الرجال والنساء والأطفال. حوالي ستة الاف. يا غرب عندك خبر قال لنا ما بعرفش. ومن بيعرف يا. لماذا أصمكم الله أعمى أبصاركم يا أمريكا وبريطانيا. والفرأة كلها. لماذا لا توجهون كلمة لوم أو عتاب. وهي لا تجدي. مع هذا لم تقولوها ولن تقولوها. لأنكم غارقون في الإجرام. ضالعون في حرب الإسلام والمسلمين. ولو كانت هذه المذابع في غير فلسطين. لكان لكم موقف آخر. إذن نحن في ذكرى صبر وشاتيل لهالكلمتين السريعات. الدراسة في أمريكا ستكون عن بعد. أونلاين. من أجل عيون دولة الشيطان أو الشياطين التي تحكم العالم. اقرأوا قرآنكم. كيف أعطاكم صورة لما يجري اليوم منذ ألف واربعمائة وخمسين سنة. إذ قال ولتعلن علوا كبيرا. يا سلام. فرئيس أقوى دولة في التاريخ والجغرافيا. وهي أمريكا. ما له. إسرائيل الكبرى أمريكا. التي قامت على أنقاض الهنود الحمر. الآن الهنود السمر إحنا. قامت على أنقاض دولتنا فلسطين دولة الصهاينة. ودولة الهنود البيض هذولة اللي بايزن والانجليز اللي جو من بريتن. فلوقوا الهنود الحمر. عشرات الملايين. وعملوا أفلام سينما. روح نازل الهندي الأحمر. وصفق الفلسطيني اللي هو المسكين لهبل. لكنت الهندي الأسمر. هذا نموذج إله يا أخ. الهنود الحمر أبيده من أجل أن تقوم دولة أمريكا. يونايتد ستايتس. او يس. ها ها. وأخرج الفلسطينيون وأبيد من أبيد. مجزرة وراء مجزرة. أنا وراء طفل ما أنسى والله. ثمان جنود قتلوا برصاصة بالفم لكل واحد. وجاء المالك عبدالله الأولاني وأنا طفل أربع سنوات. شفت المنظر. الشهداء القتلى أقول الملك عبدالله يسلم على الأهالي بعزيهم. هذا الكلام يمكن قبل. مش كثير يعني قبل سبعين سنة. مور ذان حواليها. فاكرها والله كانها الآن. ايه أقول لك ايه وال ايه. في يوم العمال العالمي حماس تواجه عدد رسائد العمال في العالم بمقاطعة الكيان الصهيوني ومقاطعة منتجاته. والتظاهر ضده. عامل غزاوي دفن أولاده ثم عاد إلى عمله. وهو جسد مأساة عمال غزة. دفن أولاده ورجع يعمل. يا الله. الولايات المتحدة تفكر بجلب فلسطينيين من غزة. ولكن بشرط. أنا بدي أستقدم لي أصحاب الكفاءات والطاقات بشرط. مستعد يعطيك باسبورت أمريكان. بشرط. تتنازل عن هويتك الفلسطينية. نان ريتيرن جيرني. إلى آخر. أنا بشرط. أهل غزة أمو لا يساومون. خلي بلدك لك. روايات عديدة مؤيدون لإسرائيل. يعتدوا على المعتصمين بجامعة كولومبيا وكاليفورنيا. تعليق جلسة السماع للكونغرس بسبب الهتفات خارج المجلس. المجلس المنعقد. الكونغرس. بدو يحكي. طلعوا المظاهرات حوالين من ثلاثمائة وخمسين درجة. ثلاثمائة وستين درجة. حوالين كونغرس. فلسطين. فلسطين. فلي بلسطين. ما عرفوش عقدوا جلسة. انصرفوا. إلى هيتو ألقت. رح لها أم قشعم. إذ انعلقوا الجلسة. الصوماليون ينظفون. ينظمون. وقفة بنيويورك. تضامنا مع فلسطين والسونيون. والسودانيون كذلك. مظاهرة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ. اللي هم الكونغرس. أو سيناتورز. بشأن مظاهرات الطلاب في عدد من الجامعات الأمريكية. تضامنا مع غزة. جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي. بايدن يسمح بتفشي معادات السامية. ويفرض ضغوطا على إسرائيل. كلها الدعم مع هذا. جمهوريون أحقر. الديمقراطيون أقل سوءا. فعم بيبتزوا لسه بايدن. اللي هو يذوب عشقا في إسرائيل. قال لا 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 مش كافي. بدنا نحل بك مثل بقر. تكون عبدا لإسرائيل. إحنا هيك الجمهورين. هذا العزب الجمهوري قاتلهم الله. واشنطن بوست. اعتقال أكثر من 1300 طالب في الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى آخره. إذن عدة رسائل وجهاتها حماس لمقاطعات الكيان الصهيوني. هل سألت الدول العربية التي عخذت صلحا وسلاما مع هذا العدو. هل سألت نفسها يوما. هل هذا الصنف من البشرة والنوع من الأعداء المملؤين حقدا وغلا على الإنسانية. وعلينا نحن بالذات. وعلى ديننا ونبينا وكتابنا ومقدساتنا ومجتمعاتنا وبشرنا ومنازلنا ومزارعنا ومصالحنا ومرافقنا. هل بعد أن رأينا هذا التوحش شاخصا واضحا ظاهرا ماثلا معاينا. أيوة بكل وضوع. وكيف أطرقوا حوشهم البشرية. أو من يسمونه المستوطنين. انت واطين. مش مستوطنين. يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون ويحرقون ويخربون ويدمرون ويدكون وينهبون ويسرقون. هل هؤلاء صنف من البشر يسالمون. ها. دون دولنا العربية. اخ اخي اعترفوا لك يا اخي اخي. قولوا احنا غلطنا. احنا لا نغلط. احنا قراراتنا مدروسة. مهروسة. مدروسة. ما احنا لما وقعنا كنا دارسين. بالله. طبعا. احنا فش قررت عندنا مرتجلة. لا 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 لا. كل شي مدروس. الله تسلم لي هالدراسات. وتسلم لي هالدراسات. الله ما. شو اربحنا طيب. قلنا ثنك. بس يعني حققنا السلام. نعم شكرا. قد تقولون اننا لم نكن نعرفهم. وهذه خطياتكم وليس خطائكم. فأنتم لم تقرؤوا لا القرآن ولا التاريخ. اما عينتم هذا العدو فدير ياسين. وقبية العبد الضائف ونطفل. شفت مجزرة قبية. ايه والله. وشفت مجزرة رانتيس. ونطفل. والرملة. وحيفة. ويافة. وغيرها. بعد كل هذه المجازل في غزة. تظلون على تظلون على ضلالكم القديم. وعشقكم المرضي. نتنياهو سوحارب بكل ما اتيت من قوة. من يتصور رانيه. يستطيع ان يوقع عقوبات على مجموعة من جيشين يقصد امريكا. سوحارب امريكا. دوس عليها دوس. تستاهل امريكا الخسيسة. كلب حقير مثل هذا بتطول عليكم. استاهلوا. خي دوس على راسكم. وهي التي تغدق عليهم. قبل يومين. ستة وعشرين مليار دولار. ابو بايسون. ايه 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 خريب بيت شكلك. ونحن تمتص ثرواتنا من قبل امريكا. ونطيع امرها مطلق. انا مطلق. انا بلا نقاش. انا بنا نقاش قبل. امريكا في عيوني. تحت امرك. انا بناقشش. انا ما ما بناقشش. خذوا ملياراتنا كلها. ما بناقشش. قلنت اسلوب العقوبات غير مناسب بين الشركاء. ها ها. ما توقعوش على اسرائيل. انا شريك. هذي بارتنر. ما توقعوش على عقوبات. يا مدلل. يا مبايس. قلنت. فهل يعترض عربي. مع الدعم. على الدعم المطلق. لاسرائيل بالسلاح. والمال. والموقف. الامتحد دايما. امريكا مع اسرائيل. باعترضوا العرب. لا. قال حر امريكا. ما نحكي معها. سموتريتش بقول. العقوبات الامريكية منحدر خطير. ولا يمكن ان نقبل به. اسمع امريكا. احنا لا نقبل. احنا سيادكم. هل يقوله عربي. احنا منحدر خطير يا امريكا. هذا الموقف مع اسرائيل. لا نقبله منكم. فش عربي بتكلم. بسكت. بسكت. او بسقط. شولتز. اطلع نتين. اها ايوة. بيطمئنه الى ان المجلس الاوروبي فرض عقوبات جديدة على ايران. ولا عقوبة على اسرائيل المجرمة. اطمئن يا نتين. انا شولتز. يهودي مثل. خلاص. تحكيش كلام زي هذا. اوعى. متى يستقيم حالوا الاعاريب. ستين بالمئة من المدارس والمشافي والمساجد دمرت. او تضررت تضررا خطيرا. والستريت الدعم الفلسطيني يكتسب زخما جديدا في امريكا. والستريت جورنال. ماله. الزخم البشري عم يتضاعف ويتضخم دعما لفلسطين. العرب مشغولون. ببناء الاوطان. شيخ. احنا بنبني الاوطان. بنبني وبنى علي. علي وعلي. وعلي وعلي والله على 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 قلوبنا والله. شو كل شو بلكم. سوناك. هذا سيخي. مصران. اه ماله. بريطانيا ستواصل دعم اسرائيل. غصبنا عن خشمك. ودعسين على خشمك وعلى راسك. مو بخاطرك. اه اه. 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 صوت. صناك. اوش صوت. نيويورك تايمز بايدن رفض التأثير على اسرائيل. انا. 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 اعرفش اعتكر على اسرائيل. بغضرش. انذل من ان يتكلم مع اسرائيل كلمة. اولمرد. من يقول انه يحقق نصرا. يقضي على حماس. مضلل. مخادع. كادم. واهم. الله جيدكم فرقا. يا رب. سموت ريتش. الحزام الامني في الضفة. ضمان بقاء إسرائيل ولن تقوم دولة فلسطينية. إذن ما دولة عباس الوهمية؟ بذلك سموت فريتس بقول لن تقوم دولة فلسطينية. يشارك عم عباس؟ سأحارب بكل موت يتمقوا. أمريكا أم الحرية تعتقد طلاب ومدرس في عدة جامعات في نيويورك ونيوجيرش وكوناتيكت أوه آيو. من فضل لكل هاي المناطق زيرها تكرارا ومرارا. ولاية 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 ولاية. هقول لك مدينة 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 مدينة. بعدين نو 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 ما فيش بيزا ولا بلد عربي يعطينا بيزا. غير عم ما نزل قال. وين بيدي؟ والعقبة طبعا. خلاصة أي ميساسا بإسرائيل تلغي أمريكا كل نصوصها الدستورية وتعطل ثقافتها وتتوحش لأنها مجرد خادم لإسرائيل إذ نجاح الرؤساء مرهون بدعم إسرائيل أو اليهود بالعربيين أمريكا المتصهينة تعارض أي عملية عسكرية في رفع لا توقع ضررا بالمدنيين يا إنساني طيب بتقول هذا الكلام ثم تدعم بستة وعشرين مليار دولار وقذائب فتاكة من زنة ألف رطل ألف رطل في ألفين بعشرات ألوف القذائب زودت إسرائيل ثم تبكي على دمائنا المسفوحة أنا حزين بايزن لك حافظينك حافظين دولتك تحكوا على مين وكما قيل لا تنظر إلى دموع عينيه وانظر إلى فعل يديه هوا شو بتعمل تبيديك قاعد قال بساعد إسرائيل الله لا يبارك لك بتبكي علينا قاعد هوا إسرائيل خذ خذي خبيبي خذ هاي ألفين قنبله دمر لي رفاح دمر لي غزة كلها حبيبي أنت أنت من ببس كندر داك أنت استاهل موسي القزم وتبدي الندم أما أنا أن ننتهي من محرات السهبال واستقبال الشعوب فشعبنا من أوعي الشعوب في العالم وما تنطلع علينا الكلمات المعسولة والأفعال المسمومة وكما قال قرآننا العظيم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم مظاهرة ضخمة في لندن تأييدا لفلسطين في ذكرى وعد بلفور المشؤوم الإمارات تلغي فلسطين من الخريطة فيش فلسطين إسرائيل أنا أفعل ما أريد محد باعترض علي طيب طيب دمعصب ليش بدي أفهمكم أنه أنا أفعل ما أريد البلد لي وأنا البلد أنا البلد نعم نعم برفض العرب برفض فلسطين بغير الخرائط أنا أفعل ما أريد بس ما تزع ليش تعصبش علينا يعني ومصر تمنع الحياة عن غزة العرب وأبو سعلاني عليكم وأقول وأفديكم أناديكم لا 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 أناديكم وما بدي منكم شي بس حلو لك حلو قهرتونا يلغي فلسطين لن تلغى من الأرض يلغيها من خريطك وأنت يا أبو الحدود الأيام بيننا يا شعب مصر وقدنا لكم من أول يوم هتتدمر مصر قلتوا لا أسيبنا نشوف ونجرب مهما نجرب اللي نجرب هلو مخرب مصر تغرق في الدين 185 مليار دولار الفوائد سنوية 20 مليار دولار أنا بابني مصر بقول لك إيه أيها يا ضنايا ابني 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 وعالي ابني وعالي والله وعاليت ما شاء الله البورصة تخسر 86 مليار جنيه يوم السلساء نتيجة العملاء والمستثمرين 86 مليار جنيه في يوم واحد تخسر البورصة إنهار الاقتصاد ديون 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 فلشت مصر اللي يباصط اليوم دعما لغزة الطلاب تنفجر حناجرهم دعما حوالي عشر جامعات تتضامن مع طلاب جامعة كولومبيا بنيويورك اعتقل الشرطة من 47 طالبا من جامعة كولومبيا مستر بايزين لماذا تحسن الدفع لإسرائيل بعشرات المليارات علما بأنه أمريكا غارقة في الدين في الوسطة الثالثة والأخيرة نحاول أن نكمل ملف بده حلقتين من كل حلقة من فضل الله بنجمع ورق مثل هذا مرتين ثلاثة والله بنتكلم الربع وبن كان بنخزن البائي نعمل كونوا معنا في الوسطة الثالثة والأخيرة حياكم الله ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات نحياكم الله مرحبا بكم في الوسطة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل مولانا صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بهذا الدين كتاب بنت الشاطئ أو عائش عبد الرحمن حرم أمين الخولي رحمه الله يعني سبقها بالوفاة بسنين هو أستاذها و يعني من من علمها الخلاصة لكنها صاحبة قلم صاحبة فكر والحق يقال الكتاب في كثير من القضايا لكن بتكلم قليل مما قالت عن فلسطين تكلم عن إنسان العصر وصل القمر وأمتي في محنتها بفلول العصابات اليهودية التي حطت على أرضنا وأنشبت مخالبها في صميم كياننا ووجودنا وفي حساب السياسة الدولية المعاصرة أنها معركة شرق الأوسط بالطاء بالطاء تفاهم الباقي وفي حساب التاريخ الإسلامي أنها جولة في معركة أمته ضد أعداء دينها تأخذ دورها هذه المرة على أرضنا الطيبة التي تصدرت ببسالة للغزو الصليبي وردته مقورا عن حماها أنها جولة في معركة إنسانية رهيبة ضد أعداء الإنسان كتاب الإنسان وقضايا العصر بودي لو وطلعكم على كثير من القضايا لكن في وقت من الأسر البابلي إلى ألمانيا والشرق الأوسط إلى آخر التاريخ لا يستطيع أن يجد تفسيرا لتتابع هذه الجولات ولا يملك أن يقدم تعليلا إلا أن الشعوب والأمم تواصلت فيما بينها على مواصلة النضال لإنقاذ البشرية من وباء خبيف هذه الصهاينة وأجيال البشير تتلقى تبعة هذا الجهاد دون أن تسجله في وثيقة مدونة أو عهد مكتوب ولولا أنها تعي أن العنصرية اليهودية لعنة وشر وقبح لن حصلت المعركة في زمن بعينه لكن المعركة مستمرة على الزمن لأنه على العالم أنه هذا سرطان خبيث ولذلك جدت جولات ورجولات من أقدم المعروف من التاريخ إلى عصر القمر اللي هو عصرنا الحالي ماذا نقول كلام يطول بتقول لا أنظر إليها هنا اللي هي قضيتنا يعني بحيث بقضية إيمان وعلم تنتصر بهما أمتي في جهادها الأكبر ضد عدوها وعدو الإنسان وتواصل مسيرتها لتأخذ المكان الذي عرفه لها تاريخ الحضارة الإنسانية منذ كان أي تاريخ الحضارة الإنساني الكلام مثل ما قلت كثير وطويل في مواقف أخرى والله غير هذا لكن مثل ما قلنا الوقت بيسمعش بأكثر من هذه اللمحة الكتاب يقرأ تكلمت كثيرا عن الإنسان والبشر وهذه المصطلحات يعني ممدون كل إنسان ما هو مثلا الخلاصة مستر بايدن لماذا تحسن الدفع لإسرائيل بعشرة المليارات علما بأن أمريكا غارقة في الدين ويشك أن تصل لمرحلة الإغلاق الحكومي فلماذا مع سوء ظروف بلدك تدفع العشرات من المليارات ولا تحسن الضغط عليها لتحرير أسراها يعني تبادل أسراها يا أخي عشانهم عشان إسرائيل لحبايبك أكثير عليك هذا أنا ما 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 بايزن تريس أقوى قوة في التاريخ وهو هو شكلك مثل نفسيخ ومارك مثل كتسيخ خي يعني شكلك إذن ما أنت وما وزنك في نظرهم وما اعتقبارك عندهم شو بعتبروك لماذا يحكم مكنت ولا تؤثر عليه أنت ليه نصف سكان غزة يعانون من الجوع بعد 200 يوم من الحرب تعطيل 90% من الأشطة الإقصادية والتجارية في غزة الخسائر في البيئة التحتية في البنية التحتية تتجاوز 25 مليار دولار 11 ألف منشأة دمرت في غزة كليا أو جزئيا مطاردة البوليس لطلاب جامعة كولومبيا من يويورك ظننتها دولة عربية والله ضموا أمريكا إننا مدام في الهواء سوا وفي التخلف صرنا زي بعض في الدلاة ديمقراطية صرنا حالنا كل واحد نتفضل معنا ندموا جامعة دولة العربية نقبل أمريكا عضوا في جامعة دولة العربية والله من رئيس الجامعة أنا أبو الغيط ولا غير والحمد لله طلعت أمريكا مثل ما قلنا مثلنا تماما عدد الشهداء من الصحفيين حتى يوم الخميس 141 صحفيا ممكن نكملوا 150 سيسي بقول لن نفرط بشبن واحد من أرض الوطن وأنا بقول ولا حتى الجزيرتين ولا مياه النيل ها ها إيش رايك والرأس الحكمة ولا رأسي الجميلة إيش هذه مناطق مدن انباعت 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 وننفرط بذرة تراب من أرض مصر أه أول ما فرط بالجزيرتين وشرحت لكم من أول يوم من أنت يا أخي من أنت من أنت تلكم 25 مليار دولار دفعات صخصي مو للبلد لشخص وقلت لكم لعيون إسرائيل لأنها كانت مياه إقليمية لمصر لو صار في حرب سكر يحق لي الآن البلد اللي اشترت جزيرتين مش في مياه الإقليمية فلا يحق له أن يغلق الجزيرة في وجه إسرائيل واضح المعادلة ايه نعم شكرا بايدن المساعدات لإسرائيل تضمن أمن إسرائيل بايزن تدعم أمن إسرائيل لنه تنيا الوسكوت تنيا الوسكوت حراك الجامعات يتحرك ويصل إلى كندا الحكومة والجيش يتوقعون صدور قرارات اعتقال بحق المتورطين في جرائم الحرب من السياسيين والعسكريين الصهاينة لن يمسهم شيء ما حد بقدر حاسب معموه مظاهرة تأييد في جميع نحية العالم في فلسطين معد العالم العربي إخواني مش قلة وطنية لا العالم العربي مشغول بالبناء الله أكبر بلو بنيت وقال لهم وشف بنينا وعلينا بنينا وعلينا 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 وقلنا حنبني وديحنا بنينا أي والله وعلينا ما شاء الله عنكم بقرابين أتمنى أن يمتلع البحر غزة وهذا لن يحصل عباس نطالب الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة إسرائيل شو عجيب إذن ما أنت يا عم عباس بدولة فلسطين لا يكون أنا اللي غلطان I'm sorry أنه طالب الدول الأوروبية بالاعتراف يلا بدولة فلسطين عشانك عم عباس إذن ما أنت يا عم عباس إذن أنت رئيس دولة الوهم أو لا دولة عباس يطالب بالاعتراف به مثل ما اعترفت أوروبا بإسرائيل ببعدك عم عباس أي سر فيك يا غزة أي سحر فيك يا كل فلسطين ما السر الذي حرك العالم كله تأييدا لك ولكن السر الذي فيك لم يحرك عديدا من دول الأعاريب إلا العرب كل العالم تحرك مع فلسطين إلا العرب قال شيخ إحنا مشغولين بالبناء بالبناء ماذا لازم بالبناء بالله بنيته قال مش شايف الشواهق قلنا له والله شايف وإنما نقص فيهم ليس عن نقص فيك عدم الدعم إنما نقص فيهم فمن لم يهب لنجدتك فالنقص فيه والخلل عنده والنقص والنقض في انتمائه لعروبته ودينه وإنسانيته منظر الشرطة في جامعة كولومبيا في نيويورك كأنك في بلد عربي دفش ودعسوا على الطلاب رفشوا عليهم واعتقال وحمل المتظاهرين بحملهم حمل طلابا وطالبات وربطهم واعتقالهم والحمد لله لذلك جعل أمريكا بلدا عربيا سرنا في الهوى سوا ها آردس استقالة حنيفة لهنيفي يعني بالعربي حنيفة بالعبراني خلصني سيتردد سوا في أنحاء النظام العسكر的 الإسرائيلي استقالة إن شاء الله داهيا لو في قروا الخلافات حكومة الحرب تشتد وسوال متى تنفجر الحيث والقت الأنروا تذكير لإسرائيل بواجباتها لذا يرى الإسرائيليون عدوا دام تحكي الأنروا يا أمي حقوق شعب الفلسطيني طعام تموينهم ها خلص قروشتوني اونروا. انا بسكركم. قده والله. قده يا نيتون. كثير من اليهود يفكرون في مغادرة اسرائيل فلسطين. بسبب الخوف من المستقبل. ان شاء الله مستقلب على رأسكم. الاحتجاج في الجامعات الامريكية رفضا للحرب على غزة تتصاعد بقوة. نيويورك تايمز بتقول هذا الكلام. ثلاثين ضابطا وجنديا ترفضوا اوامر الاستعداد لعملية رفح. عملية برية في مدينة رفح. شعار مظاهرات طلاب جامعات امريكا وكندا. وشعار الجامعات العربية. واحنا ماننا جامعات العربية. واحنا ماننا. احنا دولنا مستقرة. مستقرة. بالسوداني مستقرة يا اخي. بالعربي مستقرة. بالسوداني مستقرة. وانا ماني. سوداني عربي. المهم. واحنا ما انه يمشي الحيط الحيط يا قدع تكيش سياسة ايوه خليها لكم السياسة خليها لكم بالمر خبصوها الجامعات للدراسة مش للسياسة اهلك بعثوك للجامعة عشان تدرس وترجع لهم بشهادة مش ترجع شهيد اههه اني هذا شعار العرب اطفال من غزي اشكرون طلاب جامعات الغرب المتضامن معهم المجرم الذي اعطى الوعد للصهاينة لماذا لم يعطوا كما يملك اي اي من وطني هي بريطانيا اعطى من لا يملك من لا يشتعق يا بلفور لا رحمك الله كان اعطاتهم قطع بريطانيا ولك يا اخي قال لنا لم اعطى لموت العرب اعطى وعد بلفور عربي اصحى يا نايم قل لله لا يعطيك خلي يادوب غفيت طب تكلموا لك يا أخي أعطى من لا يملك من الغدال العرب خمجين وساكتين نيلة على عيشتكم هل هنا إلى هذه الدرجة وهذا الحد أن أوطاننا يقططع منها أي مستعمر حقير ثم يعطيه لمن يشاء من المجرمين أربعة واثنين بالعشر مليار جنيه مليار جنيه حقق معبر رفع هلا شركة العرجاني من بدوسينا صديق للسيسي وابن السيسي شركاء في الشركة اللي هي هلا محققها لغاية الآن أربعة وربع مليار جنيه يوميا أظن مئة مليون جنيه الله يرجعهم تحسدهم ليه بالكذا مليار جنيه حسدهم ليه أنا حسدهم كل دنياهم مش في عيني أصلا دخل العرجاني يوميا ستة وتتعين مليون جنيه العرجاني محمود السيسي شركاء حلو حلو أن يكون ابن الرئيس غنيا مليارديرا وينط تحسدونا ولا عليكم الشيوخ والله أمو كل دنياك مه في عيوننا الحمد لله كلما زاد قمع طلبات الجامعة في أمريكا زادت شدة المظاهرات من أين لفلسطين كل هذه الأنصار لو لأن الأخضار هي من تحرك الأحداث يزيد القمع فيزيد الزخم وإن زدتم زدنا اعتقال أكثر من خمسمائة طالب في الاعتجاجات مظاهرة ضخمة طلابين في معهد العلوم السياسية بباغي باريس تضامنا مع الفلسطينيين منذ سنة ثلاثة وستين لم يخذوا الطلاب معركة إلا وخرجوا فيها منتصرين نتنياهو يخشى هذا المصير هو اللي بقول منذ سنة ثلاثة وستين حتى الآن لأن ثمانين سنة لم يخذوا الطلاب معركة إلا وانتصروا فيها أنا خايف الله لا يردك مظاهرة ضخمة في يوم العمال بفرنسا تأييداً لفلسطين الشعوب مع القضية ومع فلسطين أغلب الأنظمة مع إسرائيل الأنظمة مع إسرائيل شعوب مع فلسطين فرز الحمد لله 235 ألف عامل في فلسطين توقفوا عن العمل بسبب الحرب حقيقة وصل إلى 300 ألف ترامب العميل يدين اعتصام طلبة جامعة كولومبيا لأنه سيترشح ومحتاج إلى أصوات الصهاينة الجمعة ما له يعني وصل 210 28 210 السلطة الوطنية جداً تقوم بقتل من طاردته إسرائيل أبو الفول أظن اسمه سألين بطارد السرد قالت لا والله تسخوش يديكم من أبقتله قتلوه السلطة الوطنية جداً ما حد زاود على السلطة ولا زاود على العباس ولا على أجهزة أمنية والحسين الشيخ اسمعوا إحنا سلطة وطنية شاء من شاء وأبى من أبى ورفض من رفض إحنا فوق رأسكم قاعدين أهل اللي بتقول تعجز رياعا قتله أنا بقتله وبتعزي أنا التحقيق معه أنا بحقق معه بطل الملف لإسرائيل أنا حر والله عندنا وقاعدة بفصل لك بتحقق سلل معي مع الشباب تحصلش ولا شيء بيسلمونا السلطة نص ساعة بيجيبوا ملفه خلاعوا كتف الوند آه خلاعوا ما أترف آه آه هذه السلطة وطنية عم عرفات قتلوك وروح وتضردوا بعدك يا حبايب عرفات لك ثوروا لي لزعيمكم فكروا لمن وليس قتلوا ليش انقتلوا ولك ثوروا ثوري 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 هاي 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 اسمع أنا بحك عن السلطة الآن ما حدا بيزايد علينا اوه ياش صحيح ولكن في صحيونيتكم مظاهرة تأييد لغزة من أستراليا إلى كندا ما عدا العالم العربي استسني العالم العربي المشغول بالبناء ابني والي ابني والي هاي هاي مهما كانت خسائرنا في غزة ليست شيئا أمام ما حققت هذه الحرب من مكاسم اخسرنا شهدنا ما شو احنا كسبناهم في الحقيقة كسبوا والأمة كسبتهم بطل السحر أعني انتهت خدعة السلام فعاليات شعبية خيارنا المقاومة حتى التحرير لا سلام مع محتل الأرض يا سلام على الكلام ساندرز بيرني ساندرز يهودي سيناتور أمريكي ضد إسرائيل وصادق بقول حديثي عن هدمكم من المدارس والمساجد ودور العلم حديث عن عداوتكم للعلم والإنسانية وليس ضد السامية أنا مش ضد السامية لأنني أنا يهودي زيكم لكن أنتقد أفعالكم ساندرز نظيف ضد إسرائيل تعليق الدراسة في فرنسا بسبب الاعتصامات مع كارون هذا من تعرفينه زعيم اليسار الفرنسي سنستمر في التظاهر ضد القوى الكبرى حتى تتحقق مطالبنا جميل المستوطنون يتطاونوا على القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عشاق إسرائيل يا عرب يا من اعترفتم تسمعون اسمعش من أشكالك شكرا يتطاون على القرآن وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى العرب العرب كمان أنتوا يا أني على أشنابكم بعتدوا قاعدين ويردون العرب الجيد والعرب الميت ويهدفون محمد مات والقرآن ربش أتسمعون فالمن إسمع من أمثالك أنا بنقول لك أخ فكرت أنه في حمية بقية من حمية طلعت وأنه فيش بقية ما رأي المطبلين والمطبعين العرب قال إحنا هذا مش شغلنا هذا محكمة اللاعدل الدولية تتنصر من مسؤوليتها عن إصدار أحكام على مجرمي إسرائيل لأن دولة الإجرام إسرائيل فوق القانون أبوف ذي لو إحنا فوق القانون أي قانون تحت رجلينا القانون وصدق الله إذ قال وَلَتَعْلُنَّ عَلُوًا كَبِيرًا أخوة بداية هذا العلو ماله غزة من فضل الله فضته فرغته ونفسته بداية خفض هذا العلو الكبير حرب غزة إن شاء الله طلاب جامعة تاكساس يطالبون الجامعة بكل استثماراتها في إسرائيل استثمارات الجامعات تبلغ مليارات وزيرة الاستيطان الإسرائيلي حكومة تضحي بكل شيء من أجل بضعة عشرات 22 شخص أسير حكومة لا تسعق البقاء يعني ضد مقابرة الأسرة يموتوا 22 شو يعني من أجل إسرائيل جميل أن تشتبك إسرائيل ببعضها جميل صحيفة لطلاب جامعة كاليفورنيا أنصار إسرائيل استخدموا العنف لتفريق احتجاج مؤيد للشعب الفلسطيني في الحرم الجامعي عمدة لوس أنجلس الشرطة تتعامل مع طلبة جامعة كاليفورنيا آهاء لتفريق المظاهرات لأنها تدعم غزة ونحن كان لازم نفرقهم كم وقحتون هذه الدولة الفاجرة المسمى إسرائيلي تسمي أهل غزة الذين قدموا 113 لا نطوا 114 ألف قفزوا 114 بين شهيد وجريح تسميهم القتلة وعالم الببغاوات يردد وتسميهم الإرهابيين وهي الجنت المتوفيق العالم من سكرته يعني صرير ختلة 114 ألف إرهابي لك أطفال معظم هم نساء وقلتكم بأول الحلقة 29 ألف امرأة ما بين جريح وما بين شهيدة وزيادة عنهم أطفال يعني بقول حوالي 40 ألف طفل قتلة في الأطفال أكثر والنساء 29 ألف النساء 35 ألف من أطفال على كل حال اعتقال أكثر من 1300 طالب جامعي أمريكي في مظاهرات الاحتجاج أمريكا مجرد خادمة لدولة الإجرام الخلاصة الخلاصة بلينكين يتصور أمام شاحنة أردنية تحمل مساعدات لغزة وتصوير تلفزيوني لكلمة اللي صغرت أكثر من خمس دقائق يعني على خلفيته الأخ بلينكين شاحنة أردنية طب انصرف خذ أي مكان أي زاوية العشوار جيك أنه إحنا يعني هي سمحنا للمساعدات أن تصل أنا يهودي أنا جئتكم كيهودي إحنا سمحنا شاب وسكوت آخ آخ بيقول يعني ضروري أنه يعني المساعدات تمتد للنواحة الصحية أيضا حلو ما شاء الله أنك بكرتني وقفة بلينكين أمام الشاحنة بهزوجة فلسطينية ساخرة قبل ثمانين سنة دبرها يا مستر ديل بلكي على يدك بتحل ما بلكن بلكن على يدك بتحل ودبرها يا مستر ديل وبلينكين على يدك بتحل ولعننا نعيد للقصيد دبرها يا مستر بلينكين بلكن على يدك بتحل يعني عبور الشاحنات تسمحوا لها بعد مدام تدخل الأعيب أمريكا والصهيوني فتاعتصام جامعة كاليفورنيا المؤيدة لفلسطين أدخلوا مجموعة مؤيدة لإسرائيل إسرائيل اشتبكت مع المؤتصمين فتدخل الجيش والأمن لفضل الاعتصام الغرب تعلموا من العرب وشبكم في بعض شرطة نيويورك تكتحم حرم جامعة كولومبيا بنيويورك ليست الجامعة لم يكن أمامنا خيار آخر انت بايزة لقد اضطررنا أن نستدعي الشرطة لعدم استجابة الطلبة من شعارات المظاهرات في بريطانيا أوقفوا تصدير الأسلحة والقذائف إلى إسرائيل السلطة السلطة نسخة أخرى لدولة إسرائيل وقد حدثنا كثيرون عن أن تعذيبكم يفوق تعذيب المحتلين الصهاينة وقديما قال البسطاء في تشخيص حالكم دود المش مش من برة دود المش من نوفي انتوا دود المش مش سلطة انتوا دود المش وهذا أنتم مهما ادعيتم الوطنية اسمع احنا سلطة وطنية جدا سوبر اوه ياس إسرائيل تقصف وأمريكا تدفع كم طفلا قتلتم اليوم من شعارات المتظاهرين في جامعة كولومبيا كم طفلا قتلتم اليوم بأسلحتنا والدعم الأميركاني مولشو العربي لا 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 اه اعتقالات واسعة بين الطلاب والطالبات كأنك في العالم العربي المساعدات الأمريكية تعتبر ضمانة لتحالفنا أو لقوة تحالفنا وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا وزير خارجية الإسرائيلي نتنياهو طلب مساعدة وزير ريخ خارجية بريطانيا وألمانيا لافتات إسرائيلية في المظاهرات كرايم منستر رئيس وزراء مجرم لهو النتن أمريكا تحذر من مجاعة في غزة إن شاء الله عندكم وكذلك زمينة لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كده في العون إلا فيه تباب يا أمريكا لا تبكي ولا تحذر منتني وراء الحرب تحذر من مجاعة منت السبب زمينة لفرعون سوء عمله أمريكا صنعت المجاعة موقف دفع حصتها لأنه رواه أول من بدأ أمريكا بعدين قالت مجاعة تهدد غزة منتو السبب كانت أوراكم قراص أوقف دعم أمن الروا أمريكا فورا تاع كندا قال أنا وقفت الدعم تاع النرويج قال أنا وقفت الدعم تاع سوأ قال أنا وقفت الدعم تاع مينot reflut وقفت أمن روا أمريكا السبب لا تدفعوا يا أولاد إذا كان كوراس مغني بغني ما تدفعوش يا أولاد أمريكا بتغني الكورس كله مش هندفع الشيدي بريطانيا كرت المسبحة فهل تحذر أمريكا من إجراء من صنعته وابتدعته هارتس الحملة على مخيم نور شمس أدت إلى هدم نصف المخيم وينون العرب وينون كل يوم اختحام محتلين مبارح جبل بأكمله بما فيه من وينون العرب وينون وقال الدبر حالو عباس دولة وله الرئيس وإحنا زي 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 الفين شخص كانوا في مشفى ناصر أصبحوا مجهولين المصير يا الله المفاوض طبعا قتل عدنان البرش رئيس قسم العظام في مجمع الشفاء ومجمع الشفاء المفاوض العام للأنروا منع موظف الأنروا من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوك ماذا نقول ماذا نقول نكتفي بهذا القدر إخواننا من تتابعوننا أخ ما والله يعز علي أن أكدس أكدس أوراق لكن خلص كافي ما حصل اليوم إلى الملتقى بكم دائما حفظكم الله حياكم الله رعاكم الله حفظ الله أهلنا حراس الأقصى الأقصى الدول نائمة مجازة الأقصى شعب بعد الرب يحميه خليكم نايمين شخروا الأقصى لورجالو إن شاء الله لا تحرموا هذا الشرف يا أمة العرب إخواننا نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة